رادي جو تسعمية خمسة وتمانين يورو طبعا دي فيها شاشة ديجيتال طبعا زي ما انتوا شايفين وبيبقى فيها وظائف متعددة جدا ديت الف وخمسمية واط ووسعة الإناء بتاعها دوت ستة وسبع من عشر اللتر يعني كبيرة جدا جدا طبعا أسعار العجنات بتختلف حسب الوظائف المتحددة فيها يعني كلما كانت الوظائف أكتر كلما كان السعر بيبقى أغلى وأكتر طبعا اللي قدامنا ديت طبعا فيها مضرب العجن وبتاع البيض بتاع الكريم شنطيه طبعا بيتوصل فيها زي مفرمة لللحمة وبيتوصل فيها خلاط بيتوصل فيها كباليها أجزاء كتيرة جدا جدا عشان كده هي بسعمية خمسة وتمانين يورو طبعا العجنة اللي قدامنا دي دي نوع تاني أو إصدار تاني من العجنة كنود ويكون ومعها ضمان عشر سنوات العجنة ديت سعرها ستة ومية تسعة وتسعين يورو لو قررنا بينها وبين العجنة الأولى اللي شفناها هنلاقي إن العجنة التانية إن ساعة الإناء بتاعتها أربعة لتر أقل طبعا وهنلاقي هي نفس الوط بالزبط وبيكون معها مضرب البيض والكريم شنطية ومعها الخلطنا معها نفس القطع بالزبط لكن الإناء أقل أو أصغر وما فيش الشاشة الدجيتال الموجودة في الإصدار اللي فات فبالتالي هي ستمية تسعة وتسعين يورو ده شكل من نوريكو السعر بين الاتنين هنجي بعد كده في نوع ثالث خالص هو ألف وط وساعة الإناء بتاعته أربعة وستة من عشر لتر معها طبعا الكابة والخلاط وحاجات العجن والكريم شنطية والبيض ومضرب البيض وطبعا سعرها تلتمية تسعة واربعين يورو هي من ماركت كينوت برضو فهنلاقي ان كل الموديلات بتختلف عن بعضها في السعر بسبب الوظائف المتاحة فيها وبسبب الوط طبعا النوع اللي قدامنا دوت عليه ضمان انت لو رحت اشتريت العجن دوت من زاتورن بيتدفع ستاشر وستة وخمسين سنت المبالغ المكتوبة على اللوحة اللي قدامنا بتاعت السعر ديت بيكون ضمان يعني بحيث ان انت لو حصل حاجة في أي وقت ترجعها حتى لو بعد سنة او اكتر يعني طبعا دي الحاجات اللي ممكن ان احنا نعملها في الكوخن ماشين طبعا هي بالقلمان اسمها كوخن ماشين اللي هي العجنات يعني تختلف الاسعار طبعا انا صورت دلوقتي الثلاث اصدارات دول فقط بس لو حابين ان احنا نصور تاني مفيش مشكلة طبعا هندخل دلوقتي على ماركة تانية اسمها كيتشن ايد الماركة دي جميلة جدا اكتر حاجة عجباني فيها الوانها طبعا بتتوفر منها الوان جتيرة جدا اللي قدامنا دي بخمسمائة وخمسة يورو طبعا هي اربعة وتمانية من عشر لتر يعني هي جميلة جدا وحاجة روعة طبعا عليها برضو بتدفع فلوس دمان لو انت حابب دي حرية شخصية طبعا هي ماركة ايطالي مكتوب عليها ميد ان ايطالي ايوه دي موجودة هي طبعا اكتر ما يميزها الالوان التحفة بتاعتها دي اللي قدامنا اللي بتحسسك بالمطبخ التركي والاشكال الجميلة اللي بتكون موجودة فيه طبعا هي اسعارها بتختلف ديت بخمسمائة تسعة وخمسين اللون دي بخمسمائة وتسعة عشر يعني بتختلف لو نلاحظ دلوقتي ان الاناء اللي بتاع الدرب دوت مش استلس زي العجانات بتاعت كينود العجان دوت تحس ان هو زي الصيني شكله شيك جدا 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 عالطبيعة طحفة الحقيقة يعني اللي عايز يعمل على اشكال المطبخ التورك والحاجات دي اللون ده كمان طحفة جدا وسعر العجانة ديت ستمية وخمستاشر يورو هندخل بعد كده على ماركة بوش طبعا ماركة بوش يعني في منها رخيص يعني الماركة اللي قدامنا دي بس سبعة وتسعين اقول تمانية وتسعين يورو طبعا بتبقى مش قوي يعني الحقيقة هي بوش مشهورة انها كويسة بس مش عجبتني زي البقيين هي دي سعتها تلاتة وتسعة من عشر لتر في الغالب اللي انا شفته في بوش بيبقى الاناء بتاعها بلاستيك يعني الهيكل بتاع الكوخ الماشين او العجان بلاستيك زي ما احنا شايفين كده هي في ناس كتير بتشكر فيها بس طبعا الواط بتاعها بيكون مختلف يعني اللي قدامنا دي مسلا الواط بتاعها خمسمائة واط فقط ضعيف جدا هو بيقدل كريم شنطين مسلا حاجات خفيفة طبعا ده اصدار تاني بتلاتة وتسعة من عشر لتر سبعة وسبعين وتسعة يورو وتسعة وتسعين سنت طبعا الاناء بتاعها زي ما احنا شايفين طبعا بلاستيك طبعا السعر هنا مية تسعة وسبعين يورو طبعا هنلاقي الاناء بتاعها تغير خالص بقى استلس فزي ما بقولكو حلا حسب الوظائف المتاحة بيزيد السعر يعني دي مسلا بوش برضو بس متين وتسعة تشر وتسعة تشر يورو وفيه النوع دوت برضو بوش دي احداث الهيكل بتاعها معدن والاناء بتاعها استلس ودي بتلتمية تسعة وتسعين يورو طبعا الوظائق بتختلف والواط بيختلف طول ما احنا ماشيين بالتدريج كده طبعا دي صورة من على امازون انا جبتها بتوضح الحاجات اللي بتيجي مع الكوخ الماشين هنلاقي دي حاجات الاشكال اللي بنقطع بيها السلطات والخضروات زائد مضرب العجن ومضرب البيض ومضرب الكريمشون تيه بيتركبوا برضو في في الكوخ الماشين دي بتاعت بوش بس دي خمسمائة واط وما بتبقاش غالية يعني هي بتقدي بتقدي الاغراض اللي متاحة قدامنا دي طبعا اصدار تاني خالص طبعا الهيكل معدن هي بخمسة وتسعين يورو وتسعة وتمانين سنت دي الصور دي كلها هنجيبها من على امازون مكتوب تحت ان فيها اربع سرعات وسهل انها تتنظف وفيها فوت بروسسور يعني اللي هو محضر الطعام بس ستميت واط فيها وظائف متعددة ممكن ان احنا نحط دي برضو بوش بس دي اعلى واط الف وتلتمية واط لونها سيلفر سعرها تلتمية تسعة وتسعين يورو طبعا الهيكل بتاعها معدن ومعها الوظائف دي ومعها حاجات تقطيع السلطة ومضرب البيض ومضرب العجان وكريم شانتي دي برضو بوش الف واط بس وساعتها تلاتة وتسعة من عشر لت وهي ستل ستيل معها نفس الحاجات بس الزيادة عليها هنا شفشأ خلاط لضرب العصير وكده طبعا بوش ماركة جميلة جدا وناس كتير بتشكر فيها هنا بس الاسف انا ما استخدمتهاش او ما جربتهاش هنلاحظ برضو انها واخدار ريتنج عالي جدا على امازون دي برضو نوع تاني من البوش 500 واط وطبعا حسب الاسدار بتاعها والاسم بتاعها بيختلف كل سعر زي ما اتفقنا طبعا الصورة الجاية ديت برضو من على امازون اما انت تجي تشتري حاجة بيعرض لك كذا منتج وانت تختار ما بينهم يعني دي مقارنة بين كذا منتج من حيث الساعة يعني اول واحدة خمسة لتر التانية تلاتة وتسعة من عشر لتر الرابعة اربعة وستة من عشر والتانية اربعة وستة من عشر طبعا المركات الاتنين الاخرى كينوت واللي في النص بوش والاولى كينوت برضو طبعا بيقارن من حيث السعر والشكل وكل شيء والوزن واللون كل شيء بيحس ان انت يتيح لك فرصة ان انت تختار بين الاختيارات الكتيرة بكل سهولة طبعا انا عرضت لكم اشياء بسيطة النهاردة اتمنى تكون الموضوع عجبكم ولو عندكم حاجات عايزين تسألوا عليها او تعرفوا اسعار المنتج معين في المانيا يريد تكتبولي بحيث ان انا اقدر اصوره لكم وقولكم عليه واي اقتراحات منكم مستنيها منكم اتمنى الفيديو يكونوا عجبكم ما تنسناش باللايك والشير والسبسكرايب مع السلامة مع السلامة يا حلوين